رسالة لنيتنياغو ولأمريكا ولكل من يدور في فلكهم ويؤمن بهم نحن عندما قصفتنا إسرائيل كنا نرقب بعيوننا إلى السماء ونتفرن ما يحدث في الآفاء لم ينزل مواطن واحد إلى ملجأ لم نفكر بخوف أبدا أن أعداء غاف الوطن الجبناء والماكرين قد عادوا الكرة أو يحاولون إعادة الكرة من خلال التفجير العبوات الناسفة هنا وهناك أن التمشيط الأمني لم ينتهي بعد فلا ينبغي علينا أن نسمع من خلال التواصل الاجتماعي التي يكثر فيها الثرثرة والكذب والقيل والقال هناك اليوم حملة علينا من جديد هناك اليوم حملة على الدولة حملة على الشعب حملة على الاقتصاد ويدعم هذه الحملة الكيان الصهيوني الغادر إن قوات دفاعنا الجوية الذين ترفع لهم العمائم قد تصدوا للعدوان الصهيوني الغاشم ولم يستطع أن يحقق أي خدف من الأهداف نحن هنا أقوياء بقائدنا المقاوم بشار حافظ الأسد نحن هنا في الجمهورية العربية السورية أقوياء بحكومتنا الرشيدة